اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في جدة اليوم مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات وسبل دعمه وتطويره إلى جانب استعراض تطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان كما حضر الاجتماع الوفد المرافق لسمو ولي عهد أبو ضبي